نظمت عائلة الناشطئها بالوزن الذي اغتيل مؤخرا وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة كربلاء وألقت العائلة بيانا طالبت فيه بالكشف عن قتالة ولدها على الرغم من ألقاء القبض على صاحب الدراجة الذي اعترف على مجموعة تنفيذ عملية اغتيال الوزن إلا أنه لم يتم لحد هذه اللحظة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم وقالت عائلة الوزن بأنها ستنظم اعتصاما أمام مبنى المحكمة الاتحادية في بغداد إذا لم يكشف مجلس القضاء الأعلى عن قتالة ابنها خلال 12 يوما يذكر أن سمير الوزن وهي والدة إيهاب كانت اتهمت في وقت سابق القياد في الحشد قاسم مصلح بأنه يقف وراء اغتيال ولدها مضى على حادثة اغتيال ولدي الشهيد إيهاب الوزن 28 يوما وإلى الآن لم يتم الكشف ومحاكمة القتلة والجهة التي تقف خلفهم والمقصرين بواجبهم في اغتيال ولدي عليه أمهل رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فاق زيدان وقاضي محكمة الإرهاب 12 يوما بالكشف عن الجنات ومحاكمتهم محاكمة علنية ليكونوا عبرة لمن يستبيح دماء العراقيين بخلاف ذلك فليعذرنا الله والوطن والشعر لما سأفعله في الأيام القادمة فأنا أم مفجوعة بولدها موسيقى شكرا